اهلا بكم مرة تانية نرجع تاني ونشوف نتكلم على بعض المعلومات المتعلقة بالثقافة الفنية وتحديدا الثقافة الفنية في مجال الفنون التشكيلية علينا نتكلم على بعض المعلومات البسيطة لو نتكلم عن الخطوط والاشكال والالوان فكل منها بيبقى ليه تعبير معين كل واحد بيبقى ليه اندلالة معين الخطوط والاشكال دي غالبا بتعبر عن العناصر الموجودة حوالينا سواء كانت عناصر طبيعية او كانت عناصر من الجماد والمنشآت والحاجات اللي بتكون موجودة حوالينا في البيت كمان ممكن الاشكال دي تكون لها دلالات زخرفية يبقى انها عامل مجموعة من الخطوط سواء كانت خطوط مستقيمة خطوط منحنية خطوط منكسرة ايا كان نوع الخطوط دا يكون ليه دلالة معينة فالمصر القديم زي ما احنا كلنا عارفين استخدم الخطوط المكسرة في التعبير عن مياه نهر الني واستخدم بعض الخطوط المستقيمة في كتاباته الفرعونية واستخدم كمان الخطوط المنحنية في رسمه للعناصر النباتية والعناصر الحيوانية والعناصر الطبيعية بصفحة كمان الخطوط الرأسية غير الخطوط الأفقية الخطوط الرأسية بتوحي بالسبات والقوة وبتوحي بالاستقرار الخطوط الأفقية بيبقى ليها دلالات اخرى وبتديني نوع من الاتساع في العمل الفن ناخد بالنا كمان ان من الخطوط اللي احنا ممكن نستخدمها هي الخطوط اللي احنا بنستخدمها في الكتابة فيه كتابات متنوعة ومتعددة والخط دايما ببليئ انواع فيه انواع كتير جدا من خطوط رقعة نسخط قوفي خط فارسي كل دي انواع من الخطوط اللي ممكن نستخدمها في الفن لو حبينا نتكلم عن اللون اللون مهم جدا في التصميم وفي الفن بصفة عامة الالوان هي اللي بتديني الانطباع الاول عن التصميم وعن اللوحة الزخرفية لنا بستخدمها او اللي انا بتلقى في عندي الوان اساسية الالوان الاساسية دي اكيد لا يمكن الحصول عليها من مسجد اي لونين هو لون اساسي انا مقدرش احصل عليه لو جبت اي من الالوان الاخرى الموجودة في الطبيعة ومزكتها ببعضها يعني لو اتكلمت عن اللون الاحمر او اللون الاصفر او اللون الازرق فمفيش حد اطلاقا يقدر يقولي ان انا لما حط لون ازرق مع لون اسفر يديني مثلا اللون الاحمر الالوان دي لازم يكون متكونة في الاساس وتصنع أساسيا ما اقدرش اخلط لونين تانيين ولديني اللون ده في عندي كمان النوع ooh anche يديني اللون الاخضر لما اخلط الاصفر مع الاحمر يديني اللون البرتقالي لما اخلط الازرق مع الاحمر يديني الدرجات اللون البنفسية نسبة الخلط للألوان دي هي للي بطلع لي الدرجات المختلفة من الالوان احنا بنتكلم عنها كمان فيه الوان ثالثية والألوان الثالثية DI اقدر احصل عليها برضه من مسجي الالوان السنوي يبقى كده ببساطة نقدر نعرف الالوان دي عبارة عن ايه? ونقدر نفهم عنواحها. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها عن الالوان وهي ما يعرف التوافق اللون. التوافق اللوني او الانسجام في الالوان او التناسق في الالوان لازم يكون عندي مجموعة لونية معينة باستخدمها في التصميم يكون فيها توافق او انسجام مع بعضها. ما نفعش استخدم الوان بعيدة كل البعض عن بعضها وحطها جميع بعضها واحاول اعمل منها تكوين جمالي. طبعا اللون دوت لما بمزجه مع الوان اخرى او لما بعمل المجموعة اللونية دي هي دي اللي بتحسسني ان فيه ارتياح في رؤية التصميم او رؤية العمل الفني. احنا في حياتنا العادية حتى في الفراغ الداخلي للبيوت بتاعتنا بنستخدم الوان لحد ما تكون متناصقة مع بعضها ما بتبقاش مزعجة عشان تبقى مريحة لينا ما بتبقاش عاملاء في المكان. في عندي كمان ما يعرف في الالوان السخنة. والالوان السخنة هي الالوان اللي نادية من الشعور بالدفء. الشعور بالدفء مصدره على وجه القرى الارضية هو الشمس. الوان الشمس بتكون دايما الاصفرات والاحمرات والبرتقالي. فبقى دي كلها الوان تعتبر الوان سخنة او الوان دافئة. على عكس الالوان البردة اللي هي المفروض انها كلها جاية من الوان البحر والسماء اللي هي درجات الازرق باختلاف. كمان نقدر نعتبر أن اللون الأخضر إذا كان فيه نسبة أصفر كتير يعتبر لون ساخن وإذا مال أكتر للأزرق يعني كان أخضر الأزرق بتاعه زيادة أو مزرق أكتر ده يعتبر لون بارد زي نفس الحزبة بالضبط لو تكلمنا عن لون البنافسجي فاللون البنافسجي خليط من اللون الأحمر مع الأزرق واللون الأحمر لون ساخن واللون الأزرق لون بارد لو زودت نسبة الأزرق في اللون أصبح اللون هنا مائل إلى البرودة ولو زودت نسبة الأحمر أصبح اللون المنافسي بتاعي مائل إلى الحرارة أو السخونة فيه كمان حاجة مهمة جدا وهي الألوان المحيدة وهي طبعا الأويض والأسود ودربات الرمادي المختلفة ديه كمان ألوان محيدة خلينا برضو نفهم شيء مهم جدا أن العمل الفني أيا كان لازم يكون لي عناصر العناصر بتاعته هي النقطة والخط والشكل المساحات المختلفة والمتنوعة سواء كانت المساحات دي طبيعية أو غير طبيعية كمان أي عمل فني لازم يكون يخطع لتكوين فني جمالي والتكونات الفنية متعددة ومتنوعة على سبيل المثال فيه عندنا التكوين الهرمي والعناصر فيه بتتحرك في شكل الهرم أو شكل المسلم وبيديني إحساس بالاستقرار والرسول النوع الثاني من التكوينات هو التكوين الإشعاعي العناصر بتتوزع فيه كما لو كانت مشعة في أشعة ديها مصدر محدد داخل التصميم وتكوين الإشعاعي ده مستوحى من أشعة الشمس يعني أساسه طبيعي وكمان بديني إحاح بالحركة المستمرة فيه كمان التكوين المتماثل وهو اللي احنا بنعرفه بالسيمترية أو بنطلق عليه سيمترية السيمترية يعني إني أكون عامل نص يمين ونص شمال مثلا متماثلين أو نص فوق ونص تحلة متماثلين أو حتى لو عمل أربع أقسام وكل الأربع أقسام متماثلين سواء أفقيا أو رأسيا حوالين محور أفقي أو محور رأس ممكن يكون كمان التماثل ده التام وكمان احتمال يكون غير تام يعني مش لازم يكون متماسل بدرجة 100% ممكن يكون بنسب متفاوضة فيه كمان نوع من تكوين اسمه تكوين التكراري وده بيتم من خلال تكرار عنصر أو عدة عناصر بطريقة منتظمة أو حتى عشوائية كمان فيه نوع من أنواع التكوين اسمه التكوين الدائري والتكوين الدائري ده إن أحرك العناصر حوالين دائرة وهمية مش موجودة في الوقت تكوين الدائري ده بيوحي بالاستمرار وأبلغ مثال على استخدام هذا النوع من أنواع التكوينات هو استخدامه في الفن الإسلامي بكسرة زي ما احنا عارفين كلنا باستخدمه الفنان المسلم في زخرافة الأواني وزخرافة قطع النسيج وغيرها من المنتجات والأطبق وغيرها من المنتجات حاجة مهمة جدا لازم كمان نعرفها وهي القيم الفنية التي يجب أن تتوافر في العمل الفني بتاعها أول هذه القيم هو الترابط الترابط أو الوحدة لازم يكون فيه وحدة وترابط وتراقب ما بين العناصر يعني العناصر بتاعتي لازم يكون فيها حاجة في الأمام وحاجة في الخلف فيها حاجة مدية بعد ثالث العمق في العمل الفني فلازم مهم جدا العنصر ده أو القيمة دي من قيم الفنية تبقى موجودة في التكوين بتاعها تاني حاجة من القيم هي قيمة الحركة قيمة الحركة مهمة جدا إني أحققها في التصميم عشان ما بقاش التصميم بتاعي ثابت ممل وقيمة الحركة بتيجي منين بتيجي منين أحط بعض العناصر في حالة حركة بصورها في حالة حركة أو برسمها في حالة حركة بتديني دايما إحساس بالحركة ثالث قيمة لازم نهتم بها هي قيمة النسبة والتناسب فلازم يكون فيه نسبة وتناسب ما بين أجزاء العنصر الواحد من عناصر التصميم كمان لازم يكون فيه نسبة وتناسب ما بين العنصر ده وبقية العناصر الموجودة في التكوين الفني الجمالي بتاعها يعني ما ينفعشي أعمل نملة أكبر من فيدي وارسمهم جابة بعض في تصميم واحد مش هينفع مش هتبقى منطقية ولا هتبقى مريحة للأين رابع قيمة هي قيمة الاتزان قيمة الاتزان مهمة جدا عشان ما تحسش بميل التصميم في اتجاه معين أو بميل التكوين ناحية اتجاه معين لازم يكون التكوين بتاعك مستقر ما تديك إحساس بالاتزان ما تحسش إنك ممكن تميل ناحية يمين أو يسار أو لتحت أو فوق لازم يكون فيه اتزان فيه التكوين بتاعنا خامس حاجة من القيم وهي قيم الملامس والملامس دي مهمة جدا إلا بتديه لك انطباع عن وقعية التصميم بتاعنا أو التكوين بتاعنا من عدم فلو ما فيش ملامس انت مش تقدر تحس بالعناصر المختلفة الموجودة في التكوين أحد أهم أنواع الفنون هو الفن الإسلامي والفن الإسلامي اعتمد على كتير من العناصر منها العناصر الطبيعية ومنها العناصر الحيوانية وحتى كمان العناصر الأدمية في بعض المنتجات الخاصة بها وهم جدا أن احنا نعرف أن الفنان المسلم مكانش بيرتاح للفراغات كان بيهتم كثيرا بأنه يملأ كل الفراغات في العمل الفني بتاعه كان بيحس إن الفراغات دي مجال لعمل الشيطان وبالتالي هو عايز يبعد بقدر الإمكان دور الشيطان والوسوسة في الأعمال الفنية عشان كده كانت كل الفراغات بيحاول بقدر الإمكان يملأها بالعناصر كمان الفنان المسلم كان بيهتم باستخدام الألوان فقط في سبيل الرمز أو بهدف إنه يرمز لشيء معين ما كانش هدفه الأساسي أنه يعبر عن طبيعة أو يحاكي الطبيعة لأن القيم والمعتقدات الدينية للفنان المسلم كانت بتقول أنه يحاول قدر الإمكان أنه يحاكي أو يقلد الموجود تقليد حرفين كامل تام عشان كده كان بيستخدم الألوان في أنها ترمز فقط لبعض الأمور المتعلقة بمعتقدات عشان كده هنلاقيه كان كتير جدا بيستخدم اللون الدهبي في أعماله الفني وكان بيستخدم اللون الدهبي لأنه كان بيعتقد أن اللون دوت مبهج بيبعث على الفرح والسعادة وبالطبع لما نتكلم عن الفن الإسلامي يبقى أكيد لازم نذكر فن العمارة العمارة الإسلامية من أهم أنواع العمارة أو فنون اللي جات على مر التاريخ الفنان المسلم اهتم بزخرافة المساجد واستخدم العناصر النباتية بكسرة وكان بيرسم أوراق الشجر باللون الأخضر على مساحات أو فراغات أو ثلفيات باللون الأزر عشان يديها نوع من السبات وطبعا لو هنبص على التصميم المعماري أو الإنشائي للمساجد هنجد أن الصحن ده كان شيء مهم جدا في عمارة المساجد الإسلامية لازم كمان نعرف لما نتكلم عن المساجد أن أول مسجد بنية في الإسلام كان مسجد قباء بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية واللي أسسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن أول مسجد بنية في مصر كان مسجد عمر بن العاص ده أول مسجد بنية في مصر لكن للعلم برضو أن أقدم مسجد موجود في مصر هو مسجد أحمد بن طلون ودوت لأن المسجد ده لسه محافظ على نفس الطابع اللي اتبنى به عشان كده احنا بنقول أنه هو ده أقدم مسجد موجود محافظ على نفس الطابع لكن أقدم مسجد بالفعل تم بنائه هو مسجد عمر بن العاص كمان من أهم العبائر الإسلامية في مصر جامع محمد علي جامع محمد علي اتبنى سنة 1830 واتبنى في قلعة صلاح الدين على اقتراز العثماني احنا عارفين إن محمد علي كان أصله عثماني ولو رحنا جامع محمد علي هنجد إنه هو في رواق مربع تعالوه قبة هي دي الصحن أو المكان الرئيسي للصلاة والقبة دي بترتكز على أربع عمدة قوية وكل جدران الجامع ده تم بسويتها بنوع من أنواع الرخام اللي يعرف بالألبستر كان منتشر جدا في الفترة دي وأنصح حضراتكم إن احنا نعمل زيارة لي عشان نشوف الحاجات دي في الواقع التاني أهم جامع موجود في مصر هو الجامع الأزهر الشريف تقريبا من أقدم الجوامع اللي موجودة في مصر سماء الفطمين بالاسم دوت نسبة إلى سيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول صلى الله عليه وسلم واللي أنشأه كان جوهر استقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المؤذل لدين الله سنة تسعمية تلاتة وسبعين يعتبر الجامع الأزهر كمان هو أقدم جامعة إسلامية موجودة في العالم ولو نتكلم عن جامع أحمد بن طلون فاتبنى في عهد الأمير أحمد بن طلون سنة تسعة وسبعين من هذه وهو يعتبر من أقدم وأكبر مساجد مصر بصفة عمد نلاقي فيه 128 شباب ومحراب المسجد من الفوسيفساء الرخامة والممبر بتاعه كمان من العصر المملوكي وزي ما قلت لحضراتكم هو أقدم مسجد لا يزال يحتفظ بتفاصيله المعمارية الأصلية اللي البنى بها لازم نعرف كمان أن الفاطميين أبدعوا جدا في النجارة والخشب فكانوا مبدعين في حفر الأفرع النباتية والتفاصيل الدقيقة جدا على القطع الخشب وده بتجلى في عمائر السلطان قلبون ومهم جدا أنك تعرف أن من أعظم التحف الخشبية هي المحاريب الثلاثم المحاريب الإسلامية الثلاثم وأنصحك تروح المتحف الإسلامي بالقاهرة عشان تشوفها على الطبيعة أقدم هذه المحاريب كان في الجامع الأزهر والثاني كان في جامع السيدة نفيسة والثالث في مشهد السيدة رقية كمان ممكن نقسم صناعة الأخشاب أو النجارة إلى أنواع مختلفة ففي عندنا الخراطة زي فن الأربسك اللي كلنا عارفينه وبيشتهر به الفن الإسلامي كمان فن الحشوات والتطعيم بالصدى والعظم وغيره من الخامات المختلفة وهم جدا كمان أنك تعرف أن الفن الإسلامي كان بيتميز بالخذف ولم يعرف من قبل الخذف زول بريق المعدني إلا في العصر الإسلامي وكانوا بيستخدموه كبديل للأواني الزهبية والفضية والأواني المعدنية الأخرى النفيسة والخذف زول بريق المعدني مستوحى من خذف السونج في الصين الأواني الخذفية زول بريق المعدني كانت بتدهن بطلاق طلاق ده كان زجاجي أبيض أو أبيض مائل إلى الزرقة ويعلو هذا طلاق الرسومات والتفاصيل والزخارف زول بريق المعدني والزخارف اللي كنا بنرسم بها الأواني زول بريق المعدني كانت كلها هي إما أدمية أو نباتية أو حتى هندسية وفي منها الحيوانية وفي منها كمان إليه الكتابية ولو هنتكلم عن الزجاج في العصر الإسلامي فازدهر في العصر الفاطمة وكان فيه أنواع منه رخيصة وبترمز إلى النقاء لشفافيتها والبريق بتاعها أما عن النسجيات فازدهر النسيج الكتان في العصر الفاطمة وتحديدا في منطقة الفيوم والمنزلة وكمان في تينيس وكان بيصدر إلى العراق وازدهرت العمائم المطرزة المصنوعة في مصر في شطة وغيرها من الأماكن ومن أشهر المنتجات الحريرية في العصر الفاطمي كانت كسوة الكعبة واللي أمر بصناعتها لأول مرة المؤذس لدين الله الفاطمة كمان كان فيه رقابة على مصانع النسيج وكان فيه طراز معين لازم كل مصنع يستزل دي في شغله وفي عمله وفي إنتاج كمان السجات في العصر الإسلامي كان رائع جدا وبالغ الدق وكان من ضمن القطع الفنية الفريدة في العالم ثم يخص صناعة المعادن فكانت مزدهرة برضو جدا ازدهرها كان بالغ الأثر في العصر الإسلامي فكان الأواني تصنع من الزهب والفضة وكمان الصناع المسلمين كانوا بيصنعوا نوع من أنواع الحلي وأدوات الزينة من خلال صناعة المعادن الخط العربي كمان كان شيء مميز جدا في الحضارة الإسلامية ومن أنواع الخطوط اللي ازدهرت كان الخط الفريسي والخط الكوفي والخط الديواني وغيره من أنواع الخطوط كمان كان فيه الرقعة والناس والسلس وغيره وتقريبا كان فيه ما يقرب من 40 نوع من أنواع الخطوط العربية ومن الفنانين اللي أبدعوا في استخدام الخط العربي في الفن كان الفنان سعيد عبد الحليم وحمدية سليمان ومحمود عبد العاطي وفتح جودة وغيرهم فتح جودة عد أستاذيزي من التطبيقية نشرف به جميعا لازم نعرف كمان ان الخط العربي تخدموه على كل الخمات سواء كان معدن سواء كان خزف سواء كان خشب كل الخمات تقريبا كان الفنان المسلم بيستخدم عليها الخط العربي السريعة اللي تعدني أنه يكون عندي ثقافة فنية خاصة بالفنون التشكيلية بصفة عام أتمنى أنه يتعرفت لكم جزء سريع جدا عن إزاي تقدر تكتاز اختبار الفنون سواء كان فيه المدار تبار تربية فنية أو غيره من الاختبارات كله لو أعجبك الفيديو حاول تعمل لايك وتنشره عشان غيرنا يستفاد وأرجوك قبل ما تمشي حاول تعمل اشتراك في القناة عشان لو فيه أي جديدي وصلا شكرا لكم ملكم كل توفيق برام عليكم ورحمة الله وبركاته